كان فيه لمسة جميلة في البداية بمناسبة رحمة للعالمين كان الحبيب مولانا الدكتور أحمد الطيب شيخ الأظهر الشريف هذا العالم الجليل العالم ابن العالم ابن العالم الشيخ ابن الشيخ ابن الشيخ هذا الأصيل ابن الأصيل ابن الأصيل الكريم ابن الكريم ابن الكريم أنا أعرفه وأعرف يعني ما حباه ربي تبارك وتعالى من تواضع العلماء وأدب العلماء ورقي العلماء وقد تربى هو في مجالس الذكر ومجالس الفكر ومجالس الشكر وقد حصل على أعلى الشهادات العلمية سواء في الشريعة الإسلامية ودرس في أهم الجامعات العالمية علوم الشريعة وعاش في باريس فترة من الفترات أي هو عالم يعني يفقه الزمن الذي هو فيه وليس مبتعد إنما يفقه الزمن الذي نحن نعيش فيه ويفقه واقعنا ويفقه الشخصيات وسمات الشخصيات المعاصرة وهو ركب في الطائرة جاء بعض السياح يعني هو ركب وهو واقف بيضع شمطته فوجد بعض السياح فرجع قليلا إلى الوراء كي يمر هؤلاء السياح إلى أن مر هؤلاء السياح وفجأة السياح أخبره بأن الذي فتح لكم الطريق وعاد إلى الوراء وأفسح لكم الطريق هو شيخ الجامع الأظهر هو شيخ الجامع الأظهر فهؤلاء الأجانب جميعا وقفوا وصفقوا للشيخ تعبيرا عن حبهم لهذا الأدب الجم وتعبيرا عن رقيهم لهذا الأدب الجم وما أروع الأخلاق الإسلامية حينما يعني يعمل بها حينما يعمل بها عندنا ثقافة عندنا ثقافة إسلامية تلاقي واحد حفظ ثقافة إسلامية قوية جدا جدا بس ما عندوش العمل بها ذي الثقافة عنده ثقافة إسلامية قوية جدا 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 إنما ما عندوش الإحساس بها ذي الثقافة عنده معرفة قوية جدا جدا إنما ما عندوش تطبيق لهذه المعرفة وده الانفصام في الشخصية التي تحفظ ولا تطبق تحفظ ولا تطبق هيها تحفظ بس وكثير من هؤلاء بيحفظ علشان يشاكل الناس عشان يبقى عنيف على الناس عشان يصد الناس عشان يروع الناس وكثير من هؤلاء يخرج على الناس في البرامج مجمع غلطة مثلا لسان العالم في الحلقة الفلانية وغلطة لسان في الكلمة الفلانية وغلطة لسان كذا 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 في كذا ويبدأ يعيني يجمع لهذا العالم هذه الغلطات اللي هي غير مقصودة وغير يعني مصر علي يعني لم يكن مصر هذا العالم على هذه الغلطات ولكن هؤلاء تثقفوا تثقفوا فعلا ولكن أخذوا هذه الثقافة والعياذ بالله في تشويه الناس والإعداد لتشويه الناس إحنا بنتثقف علشان ناخد بأيدي كل الغرآنين نأخذ بأيدي كل الضائعين نأخذ بأيدي كلما ازدادت فينا الثقافة ازدادت فينا الرحمات في قلوبنا كلما ازدادت فينا الثقافة في عقولنا ازدادت المعرفة لاحتواء الناس ودخولهم في رحمة الله تبارك وتعالى واعدادهم كصنع ناجحين ومدرسين ناجحين وقادة ناجحين في جيوشنا وقادة ناجحين في قيادتنا في السياسية مهمتنا أن نزكي كل الناس ونرفع من كل الناس ونعلي كل الناس ولما نلاقي المتطرفين والمتشددين نقف أمامهم من كل الطريق نقف أمامهم ونقول لهم أن هذا الطريق لا يؤدي بنا يعني إلى سعادة أنا عجبني أول حلقات اللي قدمها الشيخ محمد حسان كانت في العيد البسمة اسمها البسمة عجبتني ليه الحلقات دي أنا زواق